بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب نرحب بكم ونقدم لكم درسا من دروس الصف الثالث ثنوي للنظام الفصلي للفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية المستوى السادس للمسار العلمي والإداري وموضوع الدرس ومراجعة مهارات الإلقاء ما زلنا أعزائي الطلاب في الوحدة الثانية وهي وحدة التواصل الشفهي وقدمنا مهارات الخطابة وكذلك مهارات بناء الخطابة واليوم نراجع مهارات الإلقاء نتمنى لكم درسا مفيدا وماتعا ونبدأ على بركة الله أهداف هذه الوحدة تحدد مفهوم الخطابة والإلقاء وتعد مقدمة جيدة لموضوعك وتستخدم أساليب عرض تثير الانتباه وتضمن الفهم تضف المتعة والجاذبية على حديثك تستخدم أساليب بليغة لأداء رسالتك تتمكن من مهارات الإلقاء الجراءة والطلاقة وسلامة الضبط وسلامة الوقفات والتنغيم وتلوين الصوت تتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين ودمجهم بروح الموضوع هناك اعتقاد ساعد بأنه لا حاجة إلى الاهتمام بأصول الإلقاء وفنونه وهذا الأمر ساعد بين مرظم الناس على الرغم من المعاناة التي يشعر بها المتحدث قبل مواجهة الجمهور وذلك نتيجة للخوف من الفشل أمامهم وهذه أهم المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى عدم الاهتمام بفنون الإلقاء وهي أن الإلقاء تلقائي وكل إنسان يعرفه كذلك أن الإلقاء لا يتطلب إلا القراءة أو الحفظ الإلقاء بسيط ولا داعي من تعلمه والإلقاء موهبة لا يمكن تعلمه هذه مفاهيم خاطئة تؤدي إلى عدم الاهتمام بفنون الإلقاء عناصر التواصل تتكون عناصر التواصل الإقناعي من ثلاثة المتحدث والرسالة والمستقبل أو المستمر الإلقاء مفهومه هو الطريقة التي تنطق بها الجمل والعبارات وما يصاحبها من تعبيرات جسدية وحركية تساعد على إيضاح الفكرة ونقل الإنفعالات العاطفية الإلقاء هو نشاط سلوكي وكذلك نشاط نفسي النشاط السلوكي يلقي الخطيب خطبته فيراه الجمهور قبل أن يسمع إليه بمعنى أنه يستخدم لغة الإشارات أما النفسي فيتعامل به الخطيب مع الجمهور فيحس به قبل أن يستمع إليه نأتي الآن عزيزي الطلاب إلى أنواع الإلقاء للإلقاء أربعة أنواع وهي الإلقاء المرتجل العفوي والإلقاء المرتجل المسبق الإعداد والإلقاء بالحفظ والإلقاء المقرون ما الفرق بين هذه الأنواع الأربعة؟ الإلقاء المرتجل العفوي لا يعتمد على إعداد مسبق حينما يواجه الإنسان موقفاً يتطلب منه القيام بإلقاء كلمة وتأتي أشكال هذا النوع أثناء التعليق والمشاركات برأي أو بإثارة الأسئلة أثناء المحاضرات والخطب والندوات أما الإلقاء المرتجل مسبق الإعداد فيعتمد على إعداد مسبق لموضوع الخطبة يسجل الأفكار الأساسية والفرعية في نقاط موجزة ثم يدونها في كروت خاصة بعد ذلك يلقي كلمته بالرجوع إلى تلك البطاقات عند الحاجة فيضيف عليها من ذاكرته ما أعده سابقاً أيضاً الإلقاء بالحفظ بالتأكيد يعتمد على إعداد الخطيب لموضوع خطبته مسبقاً ثم يحفظها بعد ذلك يقوم بإلقائها اعتماداً على الذاكرة أما الإلقاء المقروء فيعتمد على إحضار الخطيب كلمة مكتوبة ثم يقرأها كاملة من أوراق أمام الناس وتأتي أغلب أشكال هذا الإلقاء الإلقاء المقروء في الخطب الرسمية التي يلقيها رؤساء الدول أو مندوبوها في المؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات أيضاً في الكلمات الترحيبية وكذلك في كلمات قراءة التقرير أثناء اجتماعات العمل ما هي مهارات الإلقاء؟ مهارات الإلقاء الجرأة الطلاقة سلامة الوقفات التنظيم نقل العاطفة واستخدام الجسد نوضح كل مهارة على حدة فنقول الجراءة هي القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف أو خجل أما الطلاقة فهي انسياب الألفاظ والأفكار مع فصاحة النطق وجهارة الصوت المهارة الثالثة سلامة الوقفات وهي الوقفات القصيرة في نهاية الجمل كذلك التنظيم وهو تلوين الصوت للدلالة على نوع التركيب اللغوي ما المقصود بالتركيب اللغوي هنا؟ هو المقصود الاستفهام أو التعجب أو التوكيد أو السخرية أو الأمر والنهي إلى آخر ذلك نقل العاطفة وهو تلوين طبقة الصوت ودرجته بما يعبر عن الانفعالات العاطفية التي يعبر عنها المتحدث مثل ماذا؟ مثل الحزن والغضب والفرح والقلق إلى آخر ذلك أخيراً لغة الجسد تعبيرات الوجه الإشارات والإيماءات الوضعيات المسافة المكانية استخدام لغة الجسد مهم جداً في عملية الإلقاء وذلك لأنها تقدم عدة وظائف منها دعم الكلام اللفظي وتوضحه وتضفي عليه الشعور بالوجدان كيف ذلك؟ حركات الجسم تعد لغة غير لفظية ينقل بها المتحدث أو الخطيب أفكاره إلى الآخرين عن طريق توأمة حركات الجسم مع الكلام اللفظي أثناء الإلقاء أيضاً من وظائف استخدام لغة الجسد لغة العيون استخدم لغة العيون في مجالات عدة فالمعلم مثلاً يستخدم لغة العيون عند طلابه للتنبيه وليبعادهم عن الإنشغال عنه كذلك للتركيز على فكرة معينة والاستطلاع وإلى آخر ذلك أيضاً من وظائف لغة الجسد تشير تغييرات الوجه إلى مدى شعور الخطيب لحظة الإلقاء فالوجه البشوش ينقل ترحيب الخطيب بجمهوره وكذلك يضفي بواسطته وجدانه الداخلي على الكلمات التي يقولها أما الحزن والألم والفرح وكلمة لا أو آه تظل ناقصة في معانيها إذا لم تصاحبها تعبيرات للوجه أو حركات اليد أو اهتزازات صوتية كذلك تستخدم حركات اليد في أشكال متعددة لنقل معاني مختلفة فالرفع بإحدى اليدين إلى أعلى يشير إلى مواقع الحماس والقوة في الخطبة ويشير استخدام الأصابع إلى التنويه بالنقاط المتعددة التي ينوي سردها أو التي يحتويها الموضوع بينما يعد استخدام الإصبع الواحد السبابة إلى أعلى في مرات متكررة دلالة على التهديد والتحذير كذلك فإن الخبط على الطاولة يستخدم للتشديد على فكرة معينة والتهديد ثم الدعوة للتمسك بها أخيرا تستخدم إماءات الرأس للموافقة أو عدمها ما العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة نجاح الخطبة يعتمد على الكفاية اللغوية والاتصالية وهي مهارات بناء الخطبة ومهارات الإلقاء كذلك الضجة وهي الضجة البيئية الإعاقة العضوية مشكلات المعنى اللغة الفنية كذلك المشكلات النحوية والالتباس التنظيمي والضجة الاجتماعية والضجة النفسية أيضا السياق السياق المادي المتعلق بالمكان والزمان التوقيت وموقع الرسالة من الرسائل في الموقف والاجتماع النفسي مكان المشاركين والمعايير الثقافية والاجتماعية السائدة درجة الرسمية في الموقف أما التغذية الراجعة من المستمعين جواب استفسار استنكار أو هزد الرأس أخيرا الخبرة المشتركة بين الطرفين في الموضوع متى تكون الخطبة ناجحة إذا كان المتحدث يتمتع بقدرة جيدة في بناء الخطبة ومهارات الإلقاء كذلك إذا كان المتحدث أو إذا كان الموقف الاتصالي خاليا من الضجة وكان السياق المادي والزمني والنفسي والاجتماعي مناسب وإذا توفرت التغذية الراجعة المناسبة وتوفرت خبرة مشتركة في الموضوع بين المتحدث والمستمع كانت الخطبة أكثر نجاحا بعد ذلك ننتقل إلى مهارات توقي استثارة المستمعين من هذه المهارات وهو الفصل افصل نفسك عن الفكرة أو الرأي وقل مثلا هذه فكرة مطروحة ولست أتبناها بالضرورة كذلك الدعم ابرز سماتك التي تنافي الفكرة أو تؤيدها فتقول إنني ضد أو إنني أؤمن أيضا طلبوا الإذن استأذن المستمعين للانحراف عن بعض المعايير الاجتماعية فتقول اسمحوا لهذا الاهتمام بالمستمع والتأدب والاستئذان كذلك الثقة تحدث بلهجة الواثق وقل مثلا قد تستغربون ولكنني سأقدم الدليل القاطع على ما أقول أيضا طلب تأجيل الحكم واطلب منهم تأجيل الحكم على الموضوع الذي تطرحه حتى تنتهي الفكرة أو تفرغ من الحديث أخيرا الاعتذار اعتذر بصدق عن الخطأ أو الأثر السلبي للحديث هذه الأساليب أو المهارات يمكنها أن تساعدك على تجنب غضب الجمهور إذا كنت بصدد عرض فكرة أو رأي تعتقد أن الجمهور لا يوافق عليها بعد ذلك سؤال هنا كيف تحافظ على تفاعل المستمعين عندما تتحدث في الموقف الاتصالي الإلقاء لا بد أن تحافظ على مهارة تفاعل الجمهور والمستمعين فكيف ذلك؟ أولا الاتصال البصري وزع نظرك على المستمعين بالتساوي اتصل أطول بالأكثر انتباها والأكثر شرودا كذلك استخدم الحركات والإيماءات استخدم حركات الجسد الانحناء للأمام التقدم الانتقال تعبيرات الوجه هز الرأس لتلقي التغذية الراجعة من المستمعين أيضا الأسئلة اطرح الأسئلة لإثارة التفكير وتحفيز الانتباه ولا تنتظر إجابة من المستمعين أخيرا استخدم أسلوب المرح الطرفة أو حكاية وتبادل التعليقات مع المستمعين إن أمكن ولا تخرج عن الحدود فإنه كانت تستخدم أساليب أخرى منها الوسائل والأدوات وفتح الحوار مع المستمعين وحيويتك الشخصية والهدف النهائي الذي تسعى إليه هو المحافظة على انتباه المستمعين ننتقل أعزائي الطلاب إلى تدريبات لنراجع ما سبق دراسته يعتمد على إعداد مسبق لموضوع الخطبة أي نوع من أنواع الإلقاء الذي يعتمد على إعداد مسبق لموضوع الخطبة هل هو الإلقاء المرتجل العفوي أم الإلقاء المرتجل مسبق الإعداد أم الإلقاء المقروب والإجابة هنا إعداد مسبق للموضوع هو الإلقاء المرتجل مسبق الإعداد سؤال آخر من مهارات توقي استثارة المستمعين وذكرناها قبل قليل طلب الإذن طرح الأسئلة السياق والإجابة هي طلب الإذن من العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة هل هو الدعم الحركات والإيماءات الكفاية اللغوية والاتصالية متى تكون الخطبة ناجحة نقول إذا كان لديك الكفاية اللغوية والاتصالية وهي مهارات بناء الخطبة ومهارات الإلقاء تلون الصوت للدلالة على نوع التركيب اللغوي قلنا التركيب اللغوي ما المقصود به والاستفهام وماذا أيضا والتعجب والتوكيد والسخرية إلى آخر ذلك هل هو الجرأة أم الطلاقة أم التنغيم والإجابة هي التنغيم من مهارات المحافظة على تفاعل المستمعين هل هو الاتصال البصري أم السياق أم الفصل والإجابة هنا هو الاتصال البصري ضع كل مهارة من مهارات الإلقاء أمام التوضيح المناسب لها الجرأة والطلاقة وسلامة الوقفات ونقل العاطفة نأتي الآن إلى الوقفات القصيرة في نهاية الجمل ماذا نسمي هذه المهارة هذه المهارة تسمى ماذا سلامة الوقفات القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف وهذه نسميها الجرأة تلون الصوت أو تلون طبقة الصوت للتعبير عن الانفعالات العاطفية لاحظ هنا عن الانفعالات العاطفية وتسمى نقل العاطفة انسياب الألفاظ والأفكار مع فصاحة النطق بالتأكيد هنا الطلاقة سؤال آخر اربط العبارات التالية بالمهارة المناسبة لها لاحظ هنا الدعم والثقة والفصل وطلب الإذن هذه ماذا نسميها هذه مهارات توقي استثارة المستمعين هذه عبارة تقولها تتقي استثارة وغضب الجمهور هذه فكرة مطروحة ولست أتبنها بالضرورة فأي المهارات المناسبة لها نقول هنا الفصل والفصل هو أن تفصل نفسك عن الفكرة أو الرأي وتقول هذه فكرة مطروحة ولست أتبنها بالضرورة أيضا عبارة إنني ضد أو إنني أؤمن بكذا وكذا ما هي المهارة التي تتقي فيها استثارة المستمعين وتقول إنني ضد أو إنني أؤمن هي ماذا طلب الدعم وطلب الدعم هو أن تبرز سماتك التي تنافي الفكرة أو تؤيد ما تقوله عبارة اسمحوا لي هذه متى تستخدمها لطلب الإذن فتستأذن المستمعين للإنحراف عن بعض المعايير الاجتماعية أخيرا عبارة قد تستغربون ولكني سأقدم لكم الدليل القاطع وهنا الثقة سؤال آخر ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية توزيع النظر على المستمعين بالتساوي يساعد في المحافظة على تفاعل المستمعين الإجابة صحيحة أم خاطئة ما رأيكم الإجابة هنا صحيحة توزيع النظر يساعد على المحافظة على تفاعل المستمعين سؤال آخر الإلقاء موهبة لا يمكن تعلمها هل الإلقاء فعلا هو عبارة عن موهبة ولا يمكن أحد أن يتعلمها الإجابة خاطئة بل يمكن أن نتعلم الإلقاء بالتدريب وتعلم مهارات الإلقاء اربط العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني من عوامل مؤثرة في نجاح الخطبة هل هو الاتصال البصري أم التغذية الراجعة أم طلب تأجيل الحكم والإجابة الصحيحة هي التغذية الراجعة تساعد في نجاح الخطبة من مهارات تقي استثارة المستمعين هل هي الاتصال البصري أم طلب تأجيل الحكم والإجابة الصحيحة وطلب تأجيل الحكم يساعد في توقي استثارة المستمعين وغضبهم أما مهارة تحافظ على تفاعل المستمعين فبالتأكيد هي مهارة الاتصال البصري سؤال آخر وقرؤ السؤال جيدا اختر الإجابات الصحيحة فيما يلي من مهارات توقي استثارة المستمعين هل هي التغذية الراجعة أم الثقة أم طلب الإذن أم السياق وركزوا معي السؤال يقول اختر الإجابات الصحيحة فيما يلي هذا يعني أن هناك أكثر إجابة صحيحة إذن ما هي المهارة التي نتقي فيها واستثارة المستمعين هي الثقة وطلب الإذن سؤال آخر من العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة أيضا الإجابة هنا أكثر من خيار هل هي الضجة الدعم الاعتذار أم السياق عوامل مؤثرة وتساعد في نجاح الخطبة والإجابة هي الضجة والسياق في الختام أعزائي الطلاب أريد منك أن تسأل نفسك هل أتمتع بقدرة جيدة على الإلقاء وهل أمتلك هذه المهارة وكيف يمكن أن أطور قدراتي ومهاراتي في الإلقاء وما الذي سأجنيه من الخجل والتردد فالخجل يمنعك دائما من المشاركة في الحوارات والأحاديث مع الأهل والأصدقاء في المدرسة وخارجها في المناسبات الاجتماعية في الحفلات إلى آخر ذلك فلا تدع الخجل يمنعك من المشاركة في هذه الحوارات وتذكر دائما أنك في ميدان التعلم ويجب عليك أن تطور من قدراتك ومستواك في مهارات الإلقاء حتى تصبح مبدعا ناجحا في الإلقاء أخيرا تعلمنا اليوم وراجعنا مهارات الإلقاء وبينا أنواع الإلقاء الأربعة وهي الإلقاء المرتجل العفوي والإلقاء المرتجل مسبق الإعداد والإلقاء بالحفظ كذلك بينا مهارات الإلقاء وهي الجرأة والطلاقة وسلامة الوقفات والتنغيم ونقل العاطفة واستخدام لغة الجسد وبينا الفرق بين كل مهارة وكذلك بينا أهمية استخدام لغة الجسد في العملية التواصلية وكذلك بينا متى تكون الخطبة ناجحة إذا كان المتحدث يتمتع بقدرة جيدة في بناء الخطبة ومهارة الإلقاء وكذلك إذا كان الموقف الاتصالي خاليا من الضجة وكان السياق المادي والزمني والنفسي والاجتماعي مناسبا وإذا توافرت التغذية الراجعة المناسبة وكذلك توافرت خبرة مشتركة في الموضوع بين المتحدث والمستمعين وأخيرا بين المستمعين أعد واحدين ثلاثة كذلك بينا مهارات توقي استثارة المستمعين وهي الفصل والدعم وطلب الإذن وطلب تأجيل الحكم والاعتذار وأخيرا المهارات التي تحافظ فيها على تفاعل المستمعين وهي الاتصال البصري والحركات والإيماءات والأسئلة والمرح أشكر لكم حسن استماعكم دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح قضينا معكم وقتا ماتعا إلى أن نلتقي في درس قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته